أنا أقول المقاربة العربية أكثر قدرة وأكثر معرفة وأكثر حرصا يعني إذا تعاملنا بدون أجندة داخلية في ليبيا تعاملنا مع كل الأطراف وحاولنا نجمع كل الأطراف أنا أفتكر ممكن تنجح العملية الآن في حكومة في طرابلس كانت عندها عند اعتراف إقليمي أو دولي هي حكومة السراج هناك قوة عسكرية موجودة على الأرض هي مجموعة القرامة بأودة غلفة حفتر في المجموعة بتاعة فجر ليبيا مجموعة مسلحة موجودة على الأرض فهذه المكونات في مجلس في طرابلس وفي برلمان في طبرق فهذه المكونات الناس يجب أن تعمل على جمعة ووضع اتفاقها أو حتى فترة انتقالية تشارك فيها كل هذه المجموعات تعقوبة بعدها كممكن فترة على انتخابات ودستور دائم يحكم ليبيا